أنا محتاجي اللي يدللني، مو أنا اللي يدللو، هو يدللني ويهتم فيني ويحبني أنا ضد هالكلام، وبعتبر اللي بيقولوا سواء رجل أو مرأة عنده مرض أو نقص بشخصيته لأن الغرور والكبرياء هي من أهم علامات النرجسية، والنرجسية مرض ما في شيء اسمه أعطيك بس، ما تأخذ مني، تعطيني بس، وأخذ منك وما أعطيك شيء بالمقابل هاي حياة ثوجية، الطرفين فيها بيحبوا بعض، وبيهتموا تكمل بشكل سليم، بدون عقد وأمراض فكيف يعني تدلل وإنت تاخدي وما تعطي أو العكس؟ كمان هذا الشيء يعني إن الشخص اللي معك شريكك بالحياة عنده نقص أو شخصية غير متزمة، مريض، ضرورة يطالب بحقوق، ليكون شخص واعي وناضش اللي عنده كيان وشخصية، وبيعرف قيمة حاله، وبيعرف شو بيستاهل بالحياة، وبيقدر نفسه وعنده ثقة كاملة بما يملك، وإمكانيته كشخص موجود بها الحياة، ما بيتنازل عن حقوقه بسهولة ومعقول أنت تحترم هيك شخص، بيتنازل بهاي الطريقة، أما تكوني مصرة هو يهتم، وأنت لأ، وأنا هعندك مشكلة، تعالجي قبل ما تكبر اشتركوا في القناة